بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما تنتمنى التي يشوفها في الفيديو يكون بخير وعلى خير وبصحة جيدة تنشكر الناس التي تدعموا هذه القناة من بعيد ومن قريب تنقول لهم شكرا جزيلا ان شاء الله بحول الله وقوتي غادي نوضع واحد الصيغة كريمة غادي نحطها إن شاء الله اللي غادي تنفعوا بها بزاف للناس ناس اللي غادي تنفعوا بها بزاف الناس اللي عندهم الناس اللي ما تيصليوش في الدار عندهم بعاد على الصلاة تيبغوا يصليو ولكن عندهم تقل عندهم تقل في الكتفين وتيبغوش انهم يصليو لأنهم تحسوا بالعجز وتحسوا بحالش يحد شادهم وحد سيدة وخاطعت طلت عليها في الجواب ولكن بعد ما قلبت وصولت وبحثت في الكتوب ان شاء الله غادي نحط لي وما وصفة لي الزوج ديالها قلت لك هي بغا تويصلي ولكن تيصلي وتيقطع ولكن تيدر الحجج بأنه ما تيوفيش في الصلاة تنتمنى أننا نكون إيجابيين في أمورنا الدنياوية لأننا محتاجين لطاقة رحمانية لأن الله سبحانه وتعالى ما بخلع علينا بتا حاجة ما بخلع علينا بتا شي حاجة الله سبحانه وتعالى أعطانا كل شي خاصنا نشكروه ونعبدوه ما طلب مننا التحاجة مهما صليتي ومهما شكرتي هو غاني علي العالمين هو غاني علينا هذه كسلاتنا اللي غادي تبقى تابعنا ديما خاصنا نصليوها وغادي إن شاء الله نتمنى ونكونوا يهدي الله جا عن الناس اللي ما سيصليوش الله يهدي من يشاء الله يهدي من يشاء اللي بغي تهدى تيتهدى اللي بغي تهدى تيتهدى بإذن الله الواحد القهار الله هو القوي هو المتين هو الرحيم هو الجواد بإذن الله غادي نحطو هات الصغة ربي كبير أول حاجة غادي نخطو قنينة ماء كل يوم المرأة اللي بغي تزوج ديالها يخدم على راسه يقدر يقرأها على راسه وقدر تقرأها هي تقرأها على الماء وتحطها ليه يشربها في أي وقت عدنا السنوج عدنا السنوج اللي غادي نخطو الكمية ومقاون بخرو به المنزل والملابس دياله الملابس ديال الشخص المعين آآ الإنسان اللي آآ بغي بغي تيتعونه غاز يتعونه آآ هو يقدر يعون راسه آآ بالنسبة لي أنا آآ كان ين الوليدات اللي تيب بغي ويصليه ولكن بحكم الدراسات تيجوا متعوبين تيجوا تيجوا معوصلة ما تيقدروا وش يصليوا حيث هذه المشكل كان في جميع المنازل مش منزل واحد ولكن آآ خاصنا خاصنا نوريو الولادنا ونوعيوهم آآ ولو تجمع الصلاة صلي آآ وحاول أنك آآ صلي ربي رغا يرضى عليك ربي رغا دي يعونك ربي رغا دي يضيف لك أن الإيمان بالإيمان تيتحلوه بزاف آآ بزاف الأبواب لأن الله تيعونك في كل في كل حاجة وثاني حاجة الله سبحانه وتعالى آآ تيفتح البيبان بالصلاة تلك أنت غتجيك أي مصيبة أو مشاكل ربي تيحيدها عليك تيطرفها عليك لأنها آآ نتحسن تراسك بالصلاة وبالوضوء وبالقراءة هذاك تحسين شامل هي الصلاة آآ إن شاء الله أختي العزيزة لك تسمعيني أنا رحطت لك الوصفة اللي تلبتي ونتمنى أنها تكون إن شاء الله تعجبك وقع الناس غيستفدوا منها بحول الله وقوته أول حاجة غناخد سانوج غنقرع عليه صورة القعف أنقرأ سورة القعف مرة واحدة وأنقرأ سورة الصافات هادو بجوج بجوج غدي يصلحوه للقارين اللي تيمنع من الصلاة سورة القعف مرة واحدة وسورة الصافات مرة واحدة وسورة المزمل سورة المزمل إما ثلاثة مرات إما مرة واحدة على حسب القدرات ديالك حيث القراءة مزملت قراءة ديالها رائعة في القراءة ومطويلاش بزاف إذا ناخد هاد القراءة نقرأها على السانوج ناخد ميتين وخمسين جرام ديال السانوج السانوج الحبة ديال اللي الرقاق أما حبة البركة اللي عنده حبة البركة جيدة مئة في المئة نتيف الاختيار إما حبة البركة إما السانوج غني ناخد ميتين وخمسين جرام مرات بعشر دراهم فقط ونجيبها ونقرأ لها هاد القراءة نبخر الملابس ونبخر المنزل نحاول نقرأ على الماء تهوى ونقرأ على الماء هاد القراءة اللي حطينا في السانوج ونقرأ إهدين الصراط المستقيم إهدين الصراط المستقيم مياس مراء في الماء نقرأها كل يوم ونعطيها ليه نشربها هاد نحطه على حدراسه نحطه في طابلة الأكل نحطه تدراري تدراري بيش يتهدوا مزيانة لهم هادي للأطفال واللي الأزواج اللي ما سيصليوش وتال الولاد اللي ما سيصليوش والدراري اللي تيكونوا ممهديينش وبغيتي تهديهم تهديهم زيانة إهدين الصراط المستقيم الناس اللي بعاد على ذكر الله الصلاة والناس اللي دراري تيكونوا قباح مشطونين ومتيكونوش مهديين تنهديهم لهم القارين باش يتهدنوا وباش يتهدنوا إذا حبابي في الله تحاولوا تديرها البخور إما الوقت اللي يكون الزوج في المنزل باش يشم الرائحة يشم الرائحة وغادي بدي سبحان الله العظيم غادي بدي يتحلوا لعينيه غايبلي يقول فعلا غايبلي يحس الرأس وغايبلي يرجع الرأس بحول الله وقوته نحاول أنني نبخر في الوقت اللي يكون هو يكون مع المغرب العاصر يكون في أي وقت أو مع الفجر إليك تنوضي مع الفجر ندير مقلات ونطلق هذه الريحة في الصباح جيدة تسحيد تسنوج تحيد تاقة سلبي من الدار تحيد الصداع تحيد المشاكل تحيد تحيد تزيد المحبة في الأزواج لأن هذه القراءة اللي قرينها مزينة الصداع مزينة القرائن غادي كاللي عندوش قارين غير غير صالح تيكون شتون تيكون إما تيخلق الصداع إما المشاكل سبحان الله تتزرع المحبة والمودة في نصف الوقت الراجل تيبدأ يتعالج من تعطيل الحال اللي عندو في الصلاة حاولوا أننا نحطوا هاد الماء على المائدة ويشرب السيد أو السيدة اللي بزاف لما لا تخلى وليتعلاق يتكحنا عدنا مسلا نواضبوش على الصلاة زائد هاد الحاجة الإنسان اللي بغي إنسان اللي بغي يدير الصلاة يحاول يواضب على لا إله لله لا إله لله لا إله لله لا إله لله كان البنات يسلوا ولكن تقطعوا كان واحد الوصفة قديمة ديالنس زمان أنضيفها لكم باش تمديروها إن شاء الله ولكن حاولوا تكملوا الفيديوهات باش تفهموه بزاف الناس اللي سيناقزوا الفيديو وما تيكملوش ما تيستاذ دوالو تيدخلوا بتعليقات فين كينا هادي فين هادي وش نتبخروا ما نتبخروش كل شي في الفيديو بيمكن ش ننجوب على التعليقات كاملين إذن ناخد ناخد الزيف الزيف اللي تنجمعو في الخبز ديال المنزل الخبز ديال الزيف ديال المنديل ديال الخبز اللي تنجمعو فيه الخبز ديال الدار هنحاول نصلي عليه تيصليوا عليه الناس كبار بزمان تيصليوا على المنديل ديال الخبز اللي تلويه فيه اللي تنجمعو فيه الخبز هذك تيصليوا فوقه باش يقولك تنشدوا هادي آآ وصفة قديمة كانوا الناس تيدرها. وكانوا فعلا تيواطبوا على الصلاة. هي آآ تيدرها الناس قدام. اذا احبابي في الله. آآ ان شاء الله كما تتعاونوني وتتدخلوا عندي. وتتشكروني. انا سنقلب لكم على وصفات اللي غادي تعاونكم. وتجيب لكم الخير البركة للمنزل. اذا احبابي في الله. ما بقى ليغنبوا لكم. دعموني. وفعلوا الجرس. وتأبونوا عندي. بحول الله وقوتي. والسلام عليكم. ورحمة الله وبركاته.